وللحديث أكثر عن تفاقم أزمة الكهرباء في العراق وتنص الألقاظمي منها ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي أحمد الجميلي أستاذ أحمد مرحبا بك معنا أهلا مرحبا حياكم الله تظاهرات غاضبة كما تعلمون بسبب أزمة الكهرباء التي عللت حدوثها وزارة الكهرباء بعدم تخصيص الأموال اللازمة لتأمين ما تسميه الخطة الاستراتيجية السؤال الذي يطرح نفسه أين تذهب الأموال المخصصة لكل ذلك ألم يصوت البرلمان على الموازنة؟ ومعلوم من أن هذه الأزمة تتكرر في كل صيف نعم بالتأكيد كانت وزارة الكهرباء تمثل ذلك الصيد السمين وكذلك الزنيمة المهمة التي تكالبت عليها أحزاب السلطة من أكل الظفر في حقيقة هذه الوزارة تشكل منجمة ذهب إصطحة تعطير الأحزاب التي تتعاقبت لإمساك ثلاثة كهرباء تتعاقبت لإصلاحها في غاية الأحزاب نعم هذا تتعاقبت إلى موضوع من ناحية السياسية كما أنه كما قلت تعتبره غنيمة لتمويل نشاطات أحزابها وميليشياتهم لذلك فإن هذه المليارات التي أنفقت على ملف الكهرباء ذهبت إلى عقود أبرمتها الحكومات السابقة مع إيران من أجل تصدير الكهرباء إلى العراق على سبيل المثال قامت حكومة نوري المالك بإنشاء محطة غازية في البصرة لتوليد الكهرباء وبعد أن تم إنجاز هذه المحطة تفاجأ الخبراء من أن العراق لا يملك احتياطي للغاز لأن الغاز الذي يخرج من حقول النفط في البصرة كان يطير في الهواء ويحترق دون الاستفادة منه لأن العراق لحد الآن لم يستثمر ثروة الغاز التي يمتلكها إذن هناك إهدار للإمكانيات والموارد الموجودة لكن أستاذ أحمد في المقابل منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 للعراق والعراق يعاني من تدمير البنية التحتية ومنها محطات توليد الكهرباء هل سبعة عشر عاما لم تكن كافية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء ليست هناك إرادة حقيقية وطنية لإصلاح منظومة الكهرباء الكهرباء ملف سياسي يرتبط بأجندات أحزاب سياسية تعمل على إدامة اعتماد العراق على الحصول على الكهرباء من إيران وهذا هو سبب سياسي واقتصادي من أجل إدامة اعتماد العراق على اقتصاديا على إيران ورطه باقتصاد إيران لأن الأحزاب الطائفية التي تمسك بالسلطة تنظر إلى العراق وكأنه حديقة خلسية لإيران ليس أكثر لذلك ليس هناك إرادة حقيقية لإصلاح منظومة الكهرباء كما أن إصلاح منظومة الكهرباء يعني نهاية مطالح هذه الأحزاب في هذه الوزارة لذلك ينبغي على حكومة الكاظمي إن أرادت أن تثبت جدارتها أمام الشعب العراقي أن تحقق إنجاز المنظومة الوطنية المستقلة للكهرباء في العراق هذا الملف أصبح يسق الكاهل المواطن العراقي الذي يعيش اليوم ظروفا صعبة جدا هناك لدينا جائحة كورونا ولدينا درجات حرارة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية في تفاقم أزمة الكهرباء لذلك أصبح المواطن العراقي حبيث منزله الذي يخلو من الكهرباء نعم طيب لذلك ظهرت أصحاب المولدات الأهلية الخاصة والذين كما يقول بعض المراقبين والصحفيين يستغلون هذه الأزمة برفع أسعار الخدمة المقدمة للناس والسؤال لماذا لا تقوم الحكومة بشراء الكهرباء من أصحاب المولدات الخاصة إن كانت الأزمة في البنية التحتية للقطاع الكهرباء بالمناسبة يعني الموضوع للولدات الأهلية هذا أصبح فصحة من فصحات الفتاة اليوم نقرأ تقارير تتابق بعض الأطراف السياسية وبعض الأحزاب بالحصول على هذا الملف وحصول على مقاولة تجهيز مادة الجاز للمحطات الأهلية لأنهم ينظرون إلى هذا الملف من أنه طرطة ثانحة للحصول على المزيد من المال وحتى هذا الملف تكالبت عليه هذه الأحزاب من أجل الحصول على مادة الأيجاز وبيعها في السوق السوداء وبالتالي إدامة هذه الأزمة وفشل أصحاب المولدات الأهلية من تجهيز الطاقة الكهربائية اللازمة لمنازل المواطنين نعم طيب الكاظمي من جهته ألقى بالكرة في منعب الفساد والهدر المالي في الفترات السابقة والحكومات السابقة هل تعتقد أن هذا يعفيه من المسؤولية أو أن هذا المسوغات لكي لا يتحمل المسؤولية خلال الفترات القادمة؟ نعم أرى الفتحات الكاظمي الأخيرة محاولة الهروب من هذه الأزمة الكبيرة لأنه يعلم أن ثورة تشرين كان من أهم أسبابها هو أزمة الطاقة الكهربائية في جنوب العراق والتظاهرات التي خرجت قبل شهر تشرين في عام الفين وتسعة عشر كان سببها هو أزمة الكهرباء الخانقة كما أسلفت درجات الحرارة عالية في محافظات جنوب العراق ترافقها أزمة كهرباء خانقة فشلت كل حكومات السابقة في توفير الكهرباء للمواطنين لذلك أرى بأن الكاظمي قد استوعب هذه النقطة وحاول أن يلقي الكرة في ملعب الأحزاب التي أمسكت بملفس الكهرباء في أسنوات السابقة نعم أشكرك الأستاذ الصحفي أحمد الجميلي كنت معنا من بغداد